موسيقى الآن إلى ملف العلاقات التركية الإيرانية الذي يشهد هذه الأيام حراكا غير مسبوق تعكسه سلسلة الجولات الدبلوماسية المكوكية بين العاصمتين فعلى وطيرة لعبة المحاور التي تحاول موسكو ضبط إيقاعها في المنطقة تسعى تركيا إلى طرح مقاربة جديدة لحل الأزمة السورية من خلال ترتيبات لتفاوضات بشأنها مع روسيا وإيران لكن إعادة صياغة العلاقات الإقليمية يصعب أن تحققه مجرد لقاءات خاطفة وزيارات عابرة فالاتفاق الظرفي لن يغطي على خلافة قديمة وطموحات متقاطعة بين طهران وأنقرة ستتصافح هذه الأياد كثيرا في المرحلة المقبلة تركيا وإيران تشدان الهمة سوب صفحتهم الجديدة وعليه لا بد من ازدحام في جداول الزيارات بين البلدين ما تم الاتفاق عليه قبل أيام بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة يستكمله على عجل وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في طهران زيارة أوغلو الخاطفة إلى العاصمة الإيرانية وهو في طريقه إلى الهند تمهد لزيارة مرتقبة بحماس من الطرفين لرئيس التركي إلى العاصمة الإيرانية زيارة قيل إنها ستجرى الأسبوع المقبل كما قيل إنها ستكون تاريخية وانطلاقة لمحور جديد في المنطقة محور محركه روسي ولعباه الأساسيان تركي وإيراني ثلاثية ارتأت تركيا أردوغان اللعب على أوتارها بعناية حفاظا على مصالحها في المنطقة ما بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها إعادة تركيبا للأوراق دفعت بأردوغان لتغيير بوصفة بلاده صوب الشمال الروسي والشرق الفارسي وعلى إقاع التوقيت الثلاثي هذا تعترف أنقرة ولأول مرة علنا بأخطاء حسابات الماضي والكلام هنا لنائب رئيس الحكومة التركي نعمان جورتولمش الذي قال إن سياسة بلاده في سوريا كانت خاطئة فالتركيز كان يجب أن يكون على خطة للسلام إلا أنه لم يكن باعتراف المسؤول التركي إيجاد الحل السوري يعني بلغة بعيدة عن مجاملات دبلوماسية الإمساك بخيوط السياسة في المنطقة وهو الهدف الذي يوحد الأطراف الثلاثة اليوم وما بعدها مداني الإيرانية تقترب أنقرة هي الأخرى من قرار فتح قاعدتها أنجليليك أمام الطائرات الروسية توحيد في المسارات سيسعى كل طرف لقطف ثماره على العجل وعليه الطائرات المقاتلة لن تستبعد بقذائفها بعد اليوم المواقع الكردية والتي باتت أهدافاً تهدد أمن واستقرار المنطقة في تعريف جديد فرضته لقاءات أنقرة وتهران الجديدة كما لقاءات أنقرة موسكو تهران من جهتها ستسعى لوضع ما تيسر في سلتها أيضاً اليد التركية الممدودة تفتح أمام تهران أبواباً وفرصاً تجارية واسعة بالإضافة إلى السياسية كذلك فعلى ورقة مكافحة الإرهاب سيلعب الطرفان لعبتهما في التوقيت هذا في جولة توافقية حذرة لا يدري أحد متى قد تتوقف لصالح عودة العقارب إلى سابق عهدها التنافسي معنا من باريس للحديث عن هذا الموضوع أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس دكتور زياد ماجد أهلاً وسهلاً بك الدكتور إلى غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية الخلافات بين أنقرة وطهران كبيرة جداً في الملف السوري تحديداً هل موضوع التوافق على الملف الكردي يكفي لأن يكون هناك تقارب قوي وأن يذهب أردوغان إلى طهران هذه الزيارة التي أنقرة حتى الآن لا تعلق عليها من أجل توافق أم أنها محاولة لبناء جسور الثقة التي كانت مهدومة خلال السنوات الأخيرة نعم أعتقد أنه من الضروري الحذر قبل الحكم على ما ستقول إليه الأمور بين أنقرة وطهران هناك علاقات اقتصادية قوية جداً ومتينة بين البلدين لم تتراجع كثيراً حتى خلال التوتر السياسي بسبب الملف السوري وبسبب ملفات أخرى في المنطقة هذا الموضوع إن خط الغاز بين تبريز وأنقرة أو التبادل التجاري أو السياحة الإيرانية في تركيا مستمر وهناك الآن مؤشرات لتحسن أيضاً في هذه العلاقات بعد رفع بعض العقوبات عن إيران من قبل دول غربية وربما يكون هناك شركات إيرانية تذهب باتجاه تركيا الملف الاقتصادي مفصول عن الملف السياسي حتى العان على الأقل ولا شك أن هناك إعادة تموضع تركية في المنطقة لا تعني التخلي عن مواقف تركية سابقة لكن ربما تظهر مرونة أكثر في بعض الملفات وفي العلاقة مع موسكو وتهران بعد الانقلاب كما ذكرتم في التقرير حست أنقرة أن بعدها عن الغرب يزداد ويتعمق السياسة الغربية في سوريا وفي شأن الكردي أحبطت أنقرة إلى حد ما الموقف الأوروبي والأمريكي المتردد تجاه ما جرى من محاولة انقلاب زادت في ذلك فيريد أردوغان أن يظهر لحلفائه الغربيين أنه قادر أيضا على مد اليد لتهران وموسكو وإعادة تشكيل مشهد جديد في الشرق الأوسط لكن دون ذلك الكثير من العقبات صحيح أن هناك توافقا ما تركيا إيرانيا فيما يخص عدم جعل الملف الكردي مادة للصراع لإيران حسابات كردية وإن كانت تشجع حزب العمال أحيانا لكنها تعرف أن الملف الكردي في إيران هو أيضا ملف قد يكون متفجرا لذلك تتفهم الموقف التركي من المسألة الكردية لكن الصراع في سوريا محتدم ومعركة حلب الأخيرة تركيا لم تكن بعيدة عن دعم المعارضة فيها التي تصيب بشكل مباشر الإيرانيين الموجودين هناك لذلك المسألة ما زالت بطيئة في التطبيع حتى فتح قاعدة في تركيا للطيران الروسي كما ذكر في التقرير مسألة جدا صعبة لأن تركيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي وقاعدة أنجليك هي قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية وهناك سلاح نووي غربي أمريكي في تركيا فالأمور ليست ذاهبة نحو نقلة كبيرة في الموقع التركي من التحالفات لكن تركيا تريد إظهار نوع من المقاربة السياسية الجديدة تمد اليد لإيران لموسكو تحاول أن توازن بين علاقاتها القديمة والعلاقات الجديدة إنما المسألة السورية مسألة شائكة جدا وحتى الموضوع اليمني هو موضوع متوتر لأن تركيا تدعم السعودية فيه رغم أنهما في غير تحالف في مصر مثلا فالأمور ما زالت في طور الصناعة والتحالفات قد تكون موضعية أكثر منها استراتيجية هناك بعض المحللين الأتراك الذين يقولون بأن ربما حتى أردغان نفسه لا يعرف ما يريد بالتحديد وإلى أين يمكن أن تأخذه هذه الخطوات لكن أيضا يقولون بأن تركيا يشبهونها دائما بسفينة نفط كبيرة عندما تريد أن تغير اتجاهها تغيره ببطء وهذه إشارات قوية على أنه في تغيير نائب رئيس الوزراء اليوم يعترف بأن سياستهم في سوريا كانت خاطئة وأنه يجب العمل على إنهاء هذا الصراع بأي شكل من الأشكال هنا روسيا وإيران وجهتهم واضحة لكن تركيا هنا من خلال بناء ثقة مع الإيرانيين والروس هل يمكن أن تنتزع منهم تنازلات فيما يخص مستقبل سوريا نعم أعتقد أن هذا هو الهدف التركي أيضا صحيح أن هناك ضبابية لدى معظم صانعي القرار لأن الصراع محتدم ولأن توازنات القوى فيه تتبدل ببطء شديد ولكن على نحو غير حاسم لكن قد يكون أحد الأهداف التركية الآن من التواصل مع موسكو ومع تهران هو إضافة إلى الرسالة للعواصم الغربية بأن لتركيا خيارات أخرى إن كان الغرب مصمم على وضع ضغوط عليها وعلى الاستمرار في دعم بعض القوى الكردية إضافة إلى ذلك تريد تركيا أن تنتزع موقعا لها أو دورا لها من خصميها في الملف السوري أي تهران وموسكو في مستقبل سوريا وهذا قد يتطلب بعض التعديلات في اللغة التركية إنما إن رأينا على الأرض وكما ذكرت ما جرى في حلب مثلا يظهر أن تركيا ما زالت على موقفها الدعم لقوى المعارضة السورية هل يستمر هذا الدعم إلى مالا حدود؟ لا شيء طبعا مضمون ويمكن لتوازنات جديدة ويمكن لمقاربات جديدة أن تعدل بعض الشيء في الأمور لكن لن تغيره بشكل جذري أشرت مرتين إلى أن تركيا ربما تريد أن تقول للغرب أن لدي بدائل وجو بايدن سيصل إلى أنقرة الأربعاء ويقال أنه بعد الزيارة فورا سينطلق أردوغان إلى طهران بدائل تركيا ليست سهلة أن تتحالف أو أن تتفق مع روسيا وإيران هذا ضد مصالحها في سوريا هي مشكلة تركيا بحاجة إلى دعم غربي وبحاجة إلى الغرب لكنها تحاول كما ذكرت ربما التفاهم مع هاتين الدولتين هنا إلى أي مدى ممكن أن تحصل تركيا على دعم أمريكي خصوصا وأن أمريكا في موضوع الأكراد تبدو موقفها مختلف تماما عن تركيا نعم هذا ما يعتبره الأتراك ميزة تفاضلية لهم هم يدركون أنهم رغم الضعف الذي يمرون به أحيانا لديهم وزن ديموغرافي ولديهم علاقة بالمنطقة بشرق الأوسط لأسباب مذهبية أيضا إذا تحدثنا عن ديموغرافيا تركيا وإيران تقريبا بنفس الوزن في ظل التراجع المصري الكبير في المنطقة لا يوجد دولة عربية رغم الأهمية الدور السعودي لكنه غير كافي ديموغرافيا وسياسيا لتشكيل قطب ثالث على الأقل في الوزن الاستراتيجي وفي العلاقة مع الغرب تحاول تركيا الاستفادة من ذلك تتحالف مع السعودية في سوريا واليمن وتتقارب معها في العراق لكنها لا تتفق معها في مصر تصطدم مع إيران بعنف في سوريا وإلى حد ما في اليمن والعراق لكنهما تتفاهمان اقتصاديا ونفطيا وفي شأن الغاز وفي الموضوع الكردي تريد أن تظهر أنها حاجة للغرب وحاجة لموسكو وتهران كما أنها تحتاجهما وتحتاج الغرب أيضا يعني لعبة التوازنات هي لعبة دقيقة جدا ومتوترة دائما في ظل احتدام الصراع دكتور هنا الورقة التي بيد تركيا تبدو ورقة إسلامية يعني قرأت بعض التحليلات في تركيا تقول بأنه كانت علاقة تركيا مع دمشق ممتازة جدا قبل 2011 وأنه خيار تركيا في الربيع العربي بدعم التيارات الإسلامية والإخوانية هو الذي أخذها بهذا الاتجاه وعندما تعترف بأن سياستها في سوريا كانت خاطئة هل تعيد برأيك تركيا حساباتها في هذا الإطار لأنه يعني فصل القوات المسلحة المعارضة على الأرض أنها معتدلة وتحييد تلك المتطرفة قد يساعد تركيا في أن تخرج من هذا التيار لتدعم فصائل غير ذات توجه ديني متطرف هل هذا وارد بالنسبة لتركيا برأيك أم أنها ورقة لا يمكن الاستغناء عنها لا طبعا تركيا بعد العام 2011 اعتبرت أن اللحظة هي لحظة صعود لتيار الأخوان المسلمين بشكل عام في أكثر من بلد عربي ورهنت على ذلك لكي تمتن دورها الإقليمي لكن لتركيا أيضا حلفاء آخرين ولديها قدرة على الانفتاح على تيارات أخرى وهي فيما يخص الشأن السوري لا تتعاون فقط مع التيارات الإسلامية المعارضة ولكن مع تيارات أخرى وأعتقد أن واحدة من القدرات التركية على التعامل مع الوضع السوري في الشمال تحديدا هو وجود بعض الطيارات التي يصنفها الغرب متطرفة والتي تستطيع تركيا أن تؤثر عليها وأن تلعب دورا يطلب منها أحيانا أن تلعبه أيضا وتحافظ مع لعبها إياه على بعض مصالحها لذلك مرة أخرى أنقرة تتعامل مع السياسة وفقا لمصالحها طبعا ولكن أيضا وفقا لمستجدات توازنات القوى ومن أجل المحافظة على دور رئيسي في المنطقة كانت تيارات الأخوان المسلمين إحدى مفاتيحه أو بواباته أقفلت هذه البوابة في مصر تراجعت في أماكن أخرى انفتحت تركيا على تيارات ثانية ويمكن لها من خلال موازنة العلاقات أن تكون لعبا إقليميا رئيسيا وهذا ما تريده ولكن الأهم بالنسبة لها هي أن ترسل رسائل باستمرار بأن لديها خيارات إن تخلى عنها حلفاء سابقون وتستطيع أن تقول لخصوم اليوم أنهم يمكن أن يعودوا ربما ليس حلفاء ولكن تستطيع أن تطبع معهم من جهة لا أعتقد أن مسألة النظام السوري هي مسألة ستتغير جذريا في تركيا قد يكون هناك تغيير في المقاربة لكن التوتر بين دمشق وأنقرة بين الأسد وأردغان وبين النظامين يصعب جدا اعتبار أنه سينتهي أو أن مراجعة بعض السياسات التركية في سوريا ستعني تبدل جذريا لا أعتقد ذلك أبدا شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس دكتور زياد ماجد ترجمة نانسي قنقر